السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة هجر أرسن أتمنى أنكم بخير وعلى خير عدت لكم بفيديو جديد إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نرى ثلاثة طرق لكتابة على الوسائد بدون مادة الفاشيون هذه المادة التي أستخدمها في فيديوهاتي كثيرا ولكن في التعليقات الكثير من المتابعين يخبرونني أن هذه المادة غير موجودة في بلدهم لذلك ستقللنا عن مواد ممكن أن تكون بديلة لفاشيون وفي هذا الفيديو سوف نرى ثلاثة طرق وليس طريقة واحدة قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فعلي الجرس ليصلكم دائما كل جديد وتركوا لي تعليق أسفل الفيديو صلوا على رسول الله ولنبدأ على بركة الله إذن على بركة الله الطريقة الأولى التي سوف أتبعها الآن سوف أحتاج إلى وسادة قمت بخيطتها مسبقا سوف أحتاج إلى ورق أنسوخ وكذلك إلى ورقة مطبوعة عليها علامة شانيل يمكنكم تباعتها في المكتبات أو المطبعات إذن أول شيء سوف أضع ورق الأنسوخ ثم سوف أضع فوق الورقة ثم سوف أبدأ بتتبع الرسمة حتى تطبع علي على الوسادة إذن بعدما تم اطباعة العلامات الشانيل على الوسادة سوف نشرع الآن في العمل والطريقة الأولى سوف أستخدم فيها الجليتر حبيبة اللامعة ستجدونها عند محلات الذين يبيعون لوازم الخياطة هذه القنينة بإثنين درهم مغربية وسوف أستخدم غراء بسبع لف المعروف جدا سوف تجدونها كذلك عند محلات الذين يبيعون لوازم الخياطة بالنسبة لتمنى هذا الغراء هو يختلف حسب حجم الأنبوبة وبه كمية كبيرة إذن هذه هي المواد التي سوف نستخدم على هذه الوسادة سوف أبدأ الآن بتفريغ الغراء جزء بجزء لأن الغراء يتشربه القماش لذلك يجب أن نقوم بعمل هذه العملية بسرعة ثم سوف أرش عليها الجليتر وأستمر هكذا حتى أنهي رسمة كاملة بالنسبة لهذا الغراء هو خاص بالقماش لذلك لا تخافوا أن يمحى بالغسيل فقط أثناء الغسيل يجب أن نراعي أن لا نفرق الرسمة إذن هذه هي النتيجة بعد أن أنهيتها كاملة كما ترى النتيجة جميلة جدا ونتركها تجف والآن لنمر إلى الطريقة الثانية إذن الطريقة الثانية سوف أحتاج كذلك وسادة وسوف أحتاج للعمل هذا الغراء من مركة كادونس مركة تركيا أظن أنها توجد في الدول الشرقية فقط ابحثوا عنها عبر الانترنت ستجدونها هذا الغراء خاص بالورق الذهبي 835 ذره مغربية سوف أقوم بفتحه لترى كيف يبدو شكل الأنبوبة وشكل الغراء من الداخل يكون سائل وأبيض هذا الغراء هو خاص بالورق الذهبي لكن يمكننا أن نقوم برش عليها الغريتر وسيعطينا نتيجة جيدة وهذا الورق الذهبي اشتريته بخمسة دراهم للمدر وطريقة العمل على هذه الوسادة سوف أخذ الورقة المرسم عليها شانيل وسوف أقوم بتفريغ الرسمة من الداخل يمكنكم أن تقوموا بطباعة علامة شانيل على ورق مقوى سوف تكون النتيجة أجمل وسيكون العمل أسهل بعدما قمت بتفريغها سوف أقوم بإلساقها باللساق جيدا الآن كيف سنعمل على هذه الوسادة سوف أخذ الغراء وسوف أحتاج كذلك إلى بطاقة بانكية أو أي بطاقة غير صالحة للعمل سوف أقوم بوضع جزء من الغراء على هذا الشكل كمية لا بأس بها وأضغط بصابعه على الورقة حتى لا يتصرب الغراء داخل الورقة سوف أبدأ بتمرير وتوزيع الغراء بهذه الطريقة يمكننا استخدام هذه الأداة الخاصة بهذا العمل أو يمكننا فقط استخدام بطاقة كما استخدمت أنا نحاول ألا نضغط كثيرا على الغراء حتى تبقى لنا تبقى جيدة من الغراء أستمر هكذا حتى أني على متشان كاملة كما قلت لكم إن استخدمتم الورق المقوى سيكون العمل أسهل لأن الورق العادي بسرعة يبلل بالغراء فيتغير شكله أحاول أن لا أترك أي مكان بدون غراء لأن هذا سيجعل العمل بعدها سيء الآن سوف أقوم بإزالته بودوء نحاول ألا نلمس الغراء حتى لا يترك لنا أضطر للأصابع أو أي شيء آخر أو يغير لنا شكل الرسمة إذن هذه النتيجة سوف أتركه يجف جيدا نتركه يجف جيدا لم أحسب الوقت صراحة لكن يمكن أن نتركه ليلة كاملة وإن أردتم استخدام الجليتر يمكنكم رشه الآن دون أن تتركه يجف فسوف يكون جيد كذلك ولكن أنا سوف أستخدم الورق الذهبي لذلك سوف أتركه يجف جيدا بعدها سوف نحصل على هذه النتيجة بعد أن جف جيدا كما ترون يبقى يلتسق إن لمسناه بأصبعنا يبقى اللسق يلتسق قليلا والآن سوف نستخدم الورق الذهبي بهذا الشكل نقوم بوضعه على الرسمة وتغطي عليه جيدا حتى يلتسق على الرسمة نضغط جيدا ثم نزيله كما ترون هذه النتيجة فقط لأنني استخدمت كمية قليلة من الغراء ولكن لا بأس سوف نستمر مع قطعة الورق الذهبي بالضغط هكذا حتى نغطي الغراء كله إن قمتم بعمل طبقة كبيرة من هذا الغراء فسوف يسهل إلتسق الورق الذهبي عليه لكن أنا قمت بعمل طبقة رقيقة لذلك احتجت أن أقوم بالعمل أكثر وحاول أن أملأها كاملة إذن هذه النتيجة يا أصدقاء كما ترون بعد أن ملأتها كاملة بالورق الذهبي كما ترون تكون النتيجة جميل ردنا أنا أحببتها كثيرا كما ترون تبدو كأنها مطبوعة بورق ذهبي ولكنها يدويا يوجد في هذا الورق الذهبي الكثير من الألوان كذلك يوجد فضي والكثير من الألوان وهو أيضا خاص بالقماش لن تمحى بالغسيل يمكننا تمرير المكوات قلب الوسادة وتمرير المكوات لتثبيتها أكثر والطريقة الثالثة سوف نحتاج كذلك وسادة وسوف أستخدم هذه المادة هي مشابهة للفاشيون ولكن هي مركة أخرى مركة فيفا تيكستير جليتر وبه حبيبات جليتر هو غير جاهز به الغليتر ثمان هذه القنينة هو 20 درهم مقارنة مع قنينة الفاشيون هذه القنينة تبانوها مرتفع لأن قنينة الفاشيون حجمها أكبر من هذه سوف أبدأ مباشرة بالرسم وملأ الرسمة من الداخل ثم أتركها تجف ليلة كاملة كذلك هذه المركة فيها ألوان كثيرة وتدرجات للون الدهبي كثيرة أيضا كما ترون يبدو شكلها في الأول أبيض ولكن عندما تجف يظهر فقط الغليتر هذا الغراء كذلك خاص بالقماش فلا تخافوا لن يمحى بالغسيل أبدا فقط تبحثوا عنه في بلدكم إن لم تجدوا الفاشيون لأني أفضل الفاشيون على هذا الغراء صراحة لكن إن وجدتمه فهو كذلك جيد سوف أتركها تجف ليلة كاملة بعدها سوف نحصل على هذه النتيجة إذن هذه هي النتيجة بعد أن جفت كما ترون تبدو لامعة وجميلة يمكننا استخدامها في الكتابة الأسماء أو أي شيء آخر يمكننا استخدامها على التيشورتات أو أي أنواع القماش الأخرى إذن هذه هي طرق الثلاثة الطريقة الأولى بسبعة لف والحبيبات الغليتر والطريقة الثانية تيكستر غليتر والطريقة الثالثة غراء كدونس والورق الذهبي أخبروني في التعليقاتي أصدقاء ما الطريقة المفضلة عندكم هل أطرق الأولى أم الثانية أم الثالثة صراحة أحببت تجربة الورق الذهبي كثيرا بالنسبة لهذه الوسائد يمكنكم تنظفها بالماء فلن يحدث لها أي شيء لأن هذه المواد المستخدمة هي خاصة بالقماش فلن يحدث لها أي تغيير فقط يمكنكم تتبيتها بالمكوات ونفضل ألا نستخدم الماء الساخن أتمنى أن الترق اليوم أو الفيديو اليوم أن ينال إعجابكم لا تنسوا أن تدعموني بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وانشروا الفيديو مع أصدقائكم وتركوا لي تعليقاتكم واختراحاتكم أسفل الفيديو دمتم في حفظ الله ورعاية اشتركوا في القناة